موسيقى مشاهدي الكرام أحباء الطلاب أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات على قناة الأنر والفضائية لنكون مع درس اليوم مقياس الرسم موسيقى ماذا سنتعلم في درس اليوم أحباء الطلاب؟ سنتعلم مفهوم مقياس الرسم إيجاد مقياس الرسم بمعلومية البعد الحقيقي والبعد على الرسم أيضا إيجاد البعد الحقيقي ولكن بمعلومية مقياس الرسم والبعد على الرسم كذلك إيجاد البعد على الرسم بمعلومية البعد الحقيقي ومقياس الرسم دعونا نبدأ درسنا بهذا التمهيد الذي سيذكرنا بوحدات قياس الطول وهي نعم الكيلومتر والمتر والسانتيمتر أكمل الفراغ واحد كيلومتر يساوي كم متر تعلم جيدا عزيز الطالب أن كل واحد كيلومتر يساوي ألف متر إذن واحد كيلومتر يساوي ألف متر الآن واحد متر يساوي كم سانتيمتر واحد متر نعم العلاقة بين المتر والسانتيمتر أن المتر يساوي مئة سانتيمتر إذن واحد متر يساوي مئة سانتيمتر الآن ما العلاقة بين الكيلومتر والسانتيمتر 1 كيلو متر يساوي كم سنتيمتر قلنا أن كل 1 كيلو متر يساوي 1000 متر وأيضا أن 1 متر يساوي 100 سنتيمتر إذن 1 كيلو متر أي 1000 متر يساوي نعم 100 ضرب 1000 أي 100000 سنتيمتر إذن أحباء الطلاب 1 كيلومتر يساوي 100 ألف سنتيمتر 5 كيلومتر يساوي كم سنتيمتر بنفس الآلية العلاقة بين الكيلومتر والسنتيمتر نعم أن كل 1 كيلومتر يساوي 100 ألف سنتيمتر إذن 5 كيلومتر تساوي 500 ألف سنتيمتر الآن لاحظوا معي 400 سنتيمتر يساوي كم متر عند التحويل من سنتيمتر إلى متر نعم نقسم على 100 إذن 400 سنتيمتر يساوي 400 تقسيم 100 ينتج لدينا 4 متر إذن 400 سنتيمتر يساوي 4 متر الآن 700 ألف سنتيمتر يساوي كم كيلومتر بنفس الآلية الآن نريد التحويل من سنتيمتر إلى كيلومتر إذن سنقسم على 100 ألف وبالتالي 700 ألف تقسيم 100 ألف الناتج يساوي 7 كيلومتر إذن 700 ألف سنتيمتر يساوي 7 كيلومتر الآن أحباء الطلاب تابعوا معي هذا النشاط حديقة مستطيلة الشكل طولها 50 متر وعرضها 40 متر هل تستطيع رسم هذه الحديقة بأبعادها الحقيقية على الورق؟ هل تستطيع رسم 50 متر في 40 متر على الورق؟ بالطبع لا تستطيع إذن لا نستطيع رسم هذه الحديقة بأبعادها الحقيقية على الورق إذن فكروا معي كيف يمكن رسم هذه الحديقة على الورق؟ بداية سنفكر كيف نصغر هذه الحديقة أي سنجد أبعادا مصغرة من الأبعاد الحقيقية إذن بداية نصغر أبعاد الحديقة بنسبة معينة تمكننا من رسم هذه الحديقة على الورق إذن سنصغر أبعاد هذه الحديقة بنسبة معينة كيف ذلك؟ مثلا نمثل كل واحد متر أي 100 سنتيمتر على الطبيعة بواحد سنتيمتر على الورق إذن سنمثل كل واحد متر أي 100 سنتيمتر على الطبيعة بواحد سنتيمتر على الورق وبالتالي أحباء الطلاب سنرسم مستطيلا طوله 50 سنتيمتر وعرضه 40 سنتيمتر طبعا هذا على الورق وهذا التمثيل هو تمثيل مصغر للحديقة هذه النسبة التي تم بها تصغير هذه الحديقة إلى 50 سنتيمتر في 40 سنتيمتر تسمى مقياس الرسم إذن ما هو مقياس الرسم؟ مقياس الرسم هو النسبة بين الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي إذن مقياس الرسم هو النسبة بين الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي ولكن بشرط أحباء الطلاب أن يكون لهم نفس وحدة القياس إذن الشرط أن يكون لهم نفس وحدة القياس إذن نستطيع أن نقول أن مقياس الرسم يساوي المسافة على الرسم إلى المسافة الحقيقية إذن مقياس الرسم يساوي البعد على الرسم على البعد الحقيقي إليكم أعزاء الطلاب هذه الملاحظات على مقياس الرسم الملاحظة الأولى تقول يستخدم مقياس الرسم لتمثيل أشكال كبيرة جداً مثل رسم الخرائط أو صغيرة جداً مثل رسم الكائنات الدقيقة إذن مقياس الرسم يستخدم إما للتكبير أو للتصغير الملاحظة الثانية تقول الأطوال الحقيقية والأطوال على الرسم بالترتيب ذاته هي أعداد متناسبة طبعاً بنسبة مقياس الرسم مقياس الرسم ليس له وحدة قياس مقياس الرسم ليس له وحدة لماذا أحباء الطلاب؟ نعم لأنه نعم يعبر عن نسبة بين مقدارين لهما نفس وحدة القياس مقياس كما ذكرنا في تعريف مقياس الرسم ومع هذا التطبيق أحباء الطلاب المسافة الحقيقية بينما دينتين 180 كيلومتر بينما المسافة بينهما على الخريطة 9 سنتيمتر ما مقياس الرسم الذي تم الاعتماد عليه في رسم هذه الخريطة؟ نقرأ المسألة قراءة فاهمة لنحدد ما هو معطى وما هو مطلوب المسافة الحقيقية بينما دينتين 180 كيلومتر إذن هذه هي المسافة على الطبيعة بينما المسافة بينهما على الخريطة 9 سنتيمتر والمطلوب هو إيجاد مقياس الرسم لاحظوا معي أحباء الطلاب أن المسافة بين المدن على الطبيعة عادة تقاس بالكيلومتر ولكن على الخريطة بالسنتيمتر إذن بداية سنقوم بتوحيد وحدات القياس إذن سنحول 180 كيلومتر إلى سنتيمتر إذن 180 كيلومتر يساوي 180 ضرب 100 ألف ويساوي 18 مليونا وذلك بالسنتيمتر الآن نستطيع بكل سهولة أن نحسب مقياس الرسم من خلال هذا القانون مقياس الرسم يساوي المسافة على الرسم مقسوما على المسافة الحقيقية نعود الآن بهذا القانون المسافة على الرسم تساوي 9 سنتيمتر والمسافة الحقيقية تساوي 18 مليونا إذن مقياس الرسم يساوي 9 على 18 مليونا يمكن هنا الاختصار وذلك بالقسمة على 9 بسطا ومقاما لينتج لدينا مقياس الرسم يساوي 1 على 2 مليون إذن مقياس الرسم هذه الخريطة يساوي 1 على 2 مليون بذلك أحباء الطلاب استطعنا أن نحسب مقياس الرسم بمعلومية المسافة الطبيعية والمسافة على الرسم بعد الفاصل سنرى إيجاد الطول الحقيقي ولكن بمعلومية مقياس الرسم والبعد على الرسم إذن فاصل وسنعود موسيقى أهلا بكم أحباء الطلاب مجددا في الجزء الثاني من درس اليوم والذي سنتعلم من خلاله إيجاد الطول الحقيقي بمعلومية مقياس الرسم والبعد على الرسم بداية نذكر بقانون مقياس الرسم مقياس الرسم يساوي المسافة على الرسم مقسومة على المسافة الحقيقية والآن مع هذا التطبيق والذي يقول رسمت خريطة بمقياس رسم 1 على 5 مليون وعلى الخريطة مدينتان A و B البعد بينهما 7 سنتيمتر طبعا على الخريطة ما البعد الحقيقي بين هاتين المدينتين لاحظوا معي معلوم لدينا مقياس الرسم يساوي 1 على 5 مليون وأيضا معلوم لدينا البعد على الخريطة 7 سنتيمتر والمطلوب هو البعد الحقيقي بين المدينتين إذن سنستخدم قانون مقياس الرسم مقياس الرسم يساوي المسافة على الرسم إلى المسافة الحقيقية الآن بكل سهولة سنعود في هذا القانون مقياس الرسم يساوي 1 على 5 مليون يساوي المسافة على الرسم يساوي 7 سنتيمتر على المسافة الحقيقية وهي المطلوبة إذن سنفرض أن المسافة الحقيقية هي X إذن أحباء الطلاب لاحظوا معي نتج لدينا هذا التناسب 1 على 5 مليون يساوي 7 على X إذن نستطيع أن نحسب قيمة X وذلك باستخدام الضرب التقاطعي إذن سنستخدم خاصية الضرب التقاطعي لإيجاد قيمة المجهول هنا X والذي يعبر عن المسافة الحقيقية لاحظوا معي قيمة X تساوي 7 ضرب 5 مليون تقسيم 1 إذن X تساوي 7 ضرب 5 مليون تقسيم 1 الآن سنحسب قيمة هذا المقدار 7 ضرب 5 مليون تقسيم 1 نعم 7 ضرب 5 مليون يساوي 35 مليون طبعا هذه هي قيمة X والتي تعبر عن المسافة الحقيقية ولكن تذكروا أننا استخدمنا البعد على الرسم كانت وحدته السانتيمتر وبالتالي هنا وحدة X هي السانتيمتر أو وحدة البعد الحقيقي بين المدينتين بالسانتيمتر ولكن عادة أحباء الطلاب نقيص المسافة بين المدن بالكيلو متر لذلك علينا تحويل هذا العدد وهو 35 مليون سانتيمتر إلى كيلو مترات وذلك بالقسمة على 100 ألف إذن 35 مليون تقسيم 100 ألف الآن نختصر 5 أصفار من البسط مع 5 أصفار من المقام ليتبقى لدينا 350 تقسيم 1 350 تقسيم 1 يساوي 350 هذه هي قيمة X بالكيلو مترات أو المسافة بين المدينتين على الطبيعة تساوي 350 كيلو متر الآن أحباء الطلاب سننتقل إلى هذا التطبيق قاس نضال بعدي مزرعة مستطيلة الشكل على المخطط فوجدهما 19 سانتيمتر و10 سانتيمتر أي طول هذه المزرعة 19 سانتيمتر وعرضها 10 سانتيمتر فإذا كان مقياس الرسم يساوي 1 على 500 ما المساحة الحقيقية لهذه المزرعة؟ مرة أخرى بعدي هذه المزرعة هي 19.10 من السانتيمترات ومقياس الرسم لهذا المخطط هو 1 على 500 المطلوب هو مساحة المزرعة الحقيقية طبعا المزرعة على شكل مستطيل وتذكر دائما أن مساحة المستطيل تساوي الطول ضرب العرض وهنا مساحة المزرعة تساوي طول المزرعة الحقيقي ضرب عرض هذه المزرعة أيضا الحقيقي إذن مساحة المزرعة الحقيقية تساوي الطول الحقيقي ضرب العرض الحقيقي ولكن معطأ أحباء الطلاب هنا الأطوال على المخطط إذن يجب علينا بداية حساب الطول الحقيقي والعرض الحقيقي لهذه المزرعة إذن بداية سنحسب الطول الحقيقي لهذه المزرعة معلوم لدينا الطول على المخطط ومقياس الرسم بكل سهولة نستطيع حساب الطول الحقيقي وذلك باستخدام قانون مقياس الرسم مقياس الرسم يساوي الطول على الرسم إلى الطول الحقيقي الآن نعود مقياس الرسم يساوي 1 على 500 الطول على الرسم يساوي 19 على الطول الحقيقي وهو مجهول إذن سنضع بدلا من الطول الحقيقي مجهول X الآن نتجلدينا هذا التناسب 1 على 500 يساوي 19 على X ونريد الحصول على قيمة X بنفس الآلية كما فعلنا في المثال السابق أحباء الطلاب سنستخدم خاصية الضرب التقاطعي إذن بالضرب التقاطعي نستطيع حساب قيمة X وبالتالي X تساوي 19 ضرب 500 تقسيم 1 إذن علينا الآن حساب قيمة X تساوي 19 ضرب 500 تقسيم 1 19 ضرب 500 يساوي 9500 نعم الوحدة هنا سانتيمتر لأننا استخدمنا الطول على المخطط 19 سانتيمتر وبالتالي قيمة X هنا ستكون بالسانتيمتر نحول هذه الوحدة إلى الأمتار إذن سنقسم على 100 إذن 9500 تقسيم 100 يساوي 95 متر إذن هذا هو الطول الحقيقي لهذه المزرعة إذن بكل سهولة استطعنا حساب الطول الحقيقي وذلك باستخدام الطول على المخطط مع مقياس الرسم بنفس الطريقة سنحسب العرض الحقيقي لهذه المزرعة إذن لحساب العرض الحقيقي لهذه المزرعة سنستخدم أيضا قانون مقياس الرسم يساوي العرض على الرسم إلى العرض الحقيقي نعود مقياس الرسم يساوي 1 على 500 يساوي العرض على الرسم وهو 10 سانتيمتر إلى العرض الحقيقي سنفرضه Y لأنه مجهول وباستخدام الضرب التقاطعي في هذا التناسب نستطيع الحصول على قيمة Y وبالتالي Y تساوي 10 ضرب 500 تقسيم 1 سنحسب قيمة Y 10 ضرب 500 تقسيم 1 يساوي 5000 طبعا الوحدة هنا بالسانتيمتر نحول الوحدة إلى أمتار إذن سنقسم على 100 باختصار صفرين في البسط مع صفرين في المقام يتبقى لدينا 50 متر هذا هو العرض الحقيقي للمزرعة إذن أحباء الطلاب استطعنا أن نحسب الطول الحقيقي للمزرعة والعرض الحقيقي للمزرعة حتى نستطيع حساب المساحة الحقيقية لهذه المزرعة وبالتالي الطول الحقيقي للمزرعة يساوي 95 متر والعرض الحقيقي للمزرعة يساوي 50 متر إذن المساحة الحقيقية للمزرعة يساوي الطول الحقيقي ضرب العرض الحقيقي الطول 95 متر ضرب العرض 50 متر الناتج يساوي 4750 متر مربع إذن هذه هي وحدة قياس المساحة بالمتر المربع إذن مساحة المزرع الحقيقية تساوي 4750 متر مربع إذن أحباء الطلاب في ختام هذا الجزء من درسنا نذكر بأننا استطعنا أن نحسب الطول الحقيقي وذلك بمعلومية مقياس الرسم والطول على الرسم في الجزء الثالث سنرى إيجاد البعد على الرسم بمعلومية مقياس الرسم والبعد الحقيقي فابقوا معنا أرحب بكم أحباء الطلاب من جديد الآن سنتعلم كيفية إيجاد البعد على الرسم وذلك بمعلومية مقياس الرسم والبعد الحقيقي سنرى هذا السؤال بمقياس رسم ثلاثة إلى ألفين أرسم شكلا يمثل قطعة أرض مربعة الشكل طول ضلعها يساوي 60 متر إذن أحباء الطلاب المطلوب هو رسم قطعة أرض طول ضلعها 60 متر طبعا مربعة الشكل بمقياس رسم ثلاثة إلى ألفين طبعا سنرسم هذه القطعة على الورق لذلك لابد من حساب الأطوال على الرسم إذن أحباء الطلاب لكي نرسم قطعة الأرض هذه لابد من حساب طول الضلع على الرسم لاحظوا معي طول ضلع هذه الأرض 60 متر لكي نرسمها على الورق لابد من تحويل الوحدات إلى السنتيمتر ومن ثم سنستخدم مقياس الرسم لرسم هذه الأرض إذن بداية سنحول الوحدات من 60 متر إلى 6000 سنتيمتر إذن 60 متر تساوي 6000 سنتيمتر الآن سنستخدم قانون مقياس الرسم مقياس الرسم يساوي الطول على الرسم إلى الطول الحقيقي نعوض الآن بكل سهولة في هذا القانون مقياس الرسم يساوي ثلاثة على ألفين يساوي الطول على الرسم وهو المطلوب إذن هنا مجهول إذن سنفرضه X إلى الطول الحقيقي الطول الحقيقي هو بالسنتيمترات يساوي 6000 سنتيمتر إذن X على 6000 نتج لدينا هذا التناسب ثلاثة على ألفين يساوي X على 6000 الآن المطلوب X هنا في البس إذن أيضا سنستخدم خاصية الضرب التقاطعي لإيجاد قيمة X إذن بالضرب التقاطعي X تساوي لاحظوا معي ثلاثة ضرب 6000 تقسيم ألفين إذن هذه هي قيمة X قيمة X تساوي ثلاثة ضرب 6000 على ألفين نحسب هذه القيمة سنختصر ثلاثة أصفار من البسط مع ثلاثة أصفار من المقام ليتبقى لدينا ثلاثة ضرب ستة يساوي 18 على اثنان يساوي تسعة تذكروا معي الوحدة بالسانتيمتر لأننا بداية قمنا بتحويل طول قطعة الأرض من أمتار إلى سانتيمترات وبذلك ينتج لدينا قيمة X تسعة سانتيمتر هذا الطول طبعا على المخطط أو بالرسم إذن طول ضلع قطعة الأرض على الرسم يساوي تسعة سانتيمتر بذلك عزيز الطالب تستطيع أن ترسم قطعة الأرض هذه على الرسم بطول ضلعها على الرسم يساوي تسعة سانتيمتر إذن أحباء الطلاب نستطيع أن نمثل قطعة الأرض برسم مربع طول ضلعه يساوي تسعة سانتيمتر إذن هذا هو الشكل يمثل رسما لقطعة الأرض بهذا أحباء الطلاب ينتهي درسي اليوم وهو مقياس الرسم وإلى أن نلتقي هذه تحياتي ودعواتي لكم بالنجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة